في إطار سعي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لتنشيط اقتصاد اليمن وتعزيزه ودعت المملكة العربية السعودية التي تتزعم التحالف ملياري دولار وديعة في حساب البنك المركزي اليمني وأكد وزير البالية السعودي محمد الجدعان أن التوقيع الاتفاقية مع البنك المركزي اليمني يأتي في إطار مواصلة المملكة دعمها للشعب اليمني وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية دعم إنساني واقتصادي ما تنفق دول التحالف العربي أن تقدمه للشعب اليمني هذه المرة المملكة العربية السعودية تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني كيف سيكون أثر ذلك على الاقتصاد اليمني برأيك؟ أهلا وسهلا بك ومشاهدين الكرام في الحقيقة أن هذا الإعلان أو التوقيع على الوديعة السعودية بملياري دولار والمعلن عنها تقريبا قبل شهرين أعتقد أنها خطوة بكل تأكيد إيجابية لتعزيز المستوى أو موقف الريال اليمني تجاه العملات الصعبة لا سيما بعد التدهور الذي حصل مؤخرا وتراجع الريال اليمني مقارنة بالدولار أو مقارنة بالعملات الصعبة الأخرى بما يزيد عن 150% هذه الوديعة بكل تأكيد هي أولا تعزز الثقة بالعملة المحلية وثانيا تشكل مورد مهم لمسألة فتح الاعتمادات المستندية وأيضا دعم استيراد السلع الأساسية من الخارج لا سيما بعد توقف أهم مصادر النقد الأجنبي لليمن قراء توقف تصدير النفط إلا من نسبة بسيطة فقط من نفط المسيلة وأيضا توقف العديد من إيرادات النقد الأجنبي في البلد هذه الخطوة بكل تأكيد هي كما قلت تعزز من المنظومة المصرفية تعزز أيضا من موقف الريال اليمني وأيضا تحافظ على التدهور لكن أيضا هي بحاجة إلى منظومة من السياسات والإقراءات أو حزمة من السياسات والإقراءات ما هذه الإجراءات أستاذ مصطفى نصر؟ ما المطلوب من الحكومة من إجراءات لتعزيز منظومة الاقتصاد اليمني برأيك؟ في تصوري أنه لا بد أن يكون هناك فريق حكومي مهني ومتخصص وكيف يستطيع أن يستفيد من هذه الوديعة وأيضا يستفيد من عمليات الإغاثة والدعم الإنساني سواء كان من دول التحالف أو من منظمات الدولية المختلفة التي تقدم دعم سواء كان في دعم السلع الأساسية أو الدعم النقدي للفقراء وغيرهم هذه كلها مصادر للنقد الأقنبي يفترض أنها تعوض حالة النقص في العملة الأقنبية في البلد لأنه كما تعرف أن هناك حالة انكشاف كبيرة يعني معظم السلع التي في البلد يتم استيرادها من الخارج هناك أكثر من 90% من السلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج وبالتالي الاقتصاد اليمني هو بحاجة إلى هذه العملة الصعبة الحكومة مطالبة أن تشكل فريق هذا الفريق أيضا يكون على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة والقدرة بحيث يستطيع أن يستفيد من هذه الوديعة وأيضا يستطيع أن يضع سياسات نقدية لعادة الدورة الاقتصادية أو عادة الدورة المالية إلى وضعها الطبيعي سواء كان بالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية وأيضا شركات الصرافة ووضع مجموعة من الإقراءات تتعلق بالاستيراد وتتعلق بتعزيز دور الريال اليمني مقابل العملات الأخرى هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المملكة العربية السعودية دعم للبنك المركزي اليمني كانت هناك مرات سابقة في هذا الاتجاه لكن إلى أي حد هناك مسؤولية دولية ليس فقط على دول التحالف ليست مقتصرة على دول التحالف وإنما على المجتمع الدولي للحفاظ على منظومة الاقتصاد اليمني برأيك هي عملية متكاملة ولابد أن يتضافر قهود الحكومة اليمنية بإقراءات عملية على الأرض وأيضا يقب على الدول الداعمة لليمن أن تبذي القهود في هذا القانب المعلومات حتى الآن أن هناك قرار وهناك قدية في دعم تفعيل البنك المركزي سواء كان من اللقنة الرباعية وهذا كان هناك العديد من الخطوات خلال المرحلة الماضية المتمثلة بتغيير محافظة البنك المركزي وأيضا بعض الإقراءات وأعلنت الدول الرباعية أنها مستعدة لتفعيل عمل البنك المركزي سواء كان بالدعم الفني أو بالدعم المالي الدعم المالي الآن المتمثل بالوديعة وأيضا الدعم الفني الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي بتحليل عمل تحليل لإمكانات وقدرات البنك المركزي وبالتالي ما هي الفقوات وأيضا العمل على تدريب وتأهيل هذا الكادر العملية متكاملة لا بد أن يكون هناك إقراءات وخطوات من قبل الحكومة تثبت من خلالها جديتها وأيضا قدرتها على الاستفادة من هذه الوديعة ومن غيرها من الدعم الإقليمي والدولي الذي يقدم وأيضا على الدول أن تواصل دعمها فيما يتعلق أيضا الدعم المالي والدعم الفني في هذه المرحلة من المرحلة التي يعيشها اليمن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حدثتنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر